السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل أنت سعيد أو بمعنى آخر هل تشعر بمعنى السعادة السعادة تعبير عن فرحة يجدها الإنسان في صدره ويستشعرها بقلبه وتكتمفها جوارحه لأنه عايش أمرا حلوى وعاين طبيعة وعاين طبيعة جلبت له الفرح والأنس والسعادة قد تكون صاحب مال لكن المال وحده لا يسعد وقد تكون صاحب سلطان ولكن السلطان وحده لا يسعد وقد تكون صاحب أولاد وزوجه أو زوجات ولكن ذلك كله لا يسعد إلا إذا مزجت وقد تكون صاحب بشكر المولى سبحانه وتعالى الذي بدد همومك وأزاح غمومك وأبطل أحزانك وجعلك تعيش تلك الفرحة وتلك السعادة فاحرص يا رعاك الله على أسباب هذه السعادة فقد قال الأول ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد فإذا تحققت السعادة لديك ومزجت ذلك بطاعة مولاك وخالقك عندها ستتأمل قول الله تعالى بكل فرح وانشراح وهو قوله وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلندم على طاعة الله ولنعش في كنف عبادة الله حتى نستلذى بتلك السعادة المنشودة هذه جبال قبالا في شمال قلب جمهورية أذربيجان في هذا اليوم الخميس الثامن عشر من أبريل من عام الفين وتسعة عشر للميلاد